بسم الله الرحمن الرحيم ياريت البنات اللي قلبها خفيف والستات اللي ما بتحبش تسمع كلام قاسي ما تتفرجش على الفيديو ده عشان الفيديو ده هيبقى بسبب تعليق جالي تعبلي اعصابي خلاني ابكي وحبيت ان انا اشارك بقى معاكم تعليق ده انا هقرالكم التعليق ومستنية تعليقاتكم ورأيكم وهنتكلم فيه اسمعوا معايا طبعا انا مش هقول التعليق جاي منين ولا صاحبته ايه انا هتكلم في قضية التعليق طيب حماتي ايش اسوي معاها تعبتني كتير حتى انها دايما تقولي حطي فلفل حار في منطقة البكيني عند بنتي الكبيرة الكلام بقراه زي ما هو بالضبط حطي فلفل حار في منطقة البكيني عند بنتي الكبيرة لانها تقول عشان تكون بنت شطرة وانا لو ما عملت هيك تمسك بنتي تسوي لها وتقرصها ما بين فخدها لحين ما تبكي والمشكلة زوجي مسافر وانا في منطقة غير منطقة اقل اهلي وهي سكنة معايا في نفس البيت وتقولي لو ما خدت انتي بنتك الكبيرة لما تطلعي من البيت اجيب الداية واطاهرها وانا صرت ما اطلع من البيت عشان بنتي اعطيني حل بعتتلي تعليق تاني وهي دايما تقولي حطي فلفل في البكيني عشان تنحرق وتصير بنت كويسة وانا عندي وانا ام وعندي تلت بنات وعندي ولد واحد تقوله اضرب اخواتك عشان يسمعوا كلامك ايه رأيكم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا مبدئيا انا بحيي الام اللي بعثتلي هي طبعا انا يعني انا مثلا مش هنجدها ولا هوجدت لها حل هي بتحاول انها تقولي ساعديني اعمل ايه اولا انا بحييها لانها اعرضت مشكلتها بحييها لان انا طبعا اللي ربنا قدرني عليه ان انا قلت لها احمي بناتك كفحي من اجل بناتك لازم جوزك ياخد موقف من امه اللي هي حماتك احفظي بناتك امنعي امنعي ان الجدة دي تقرب من بناتك اللي هي بتعمله ده ضد الانسانية ضد الشرع ضد جميع الاديان السماوية على اختلافها ده نوع من الانواع التعذيب اكيد الجدة دي مثلا اعني الجدة دي اكيد مستغير في السن عندها 40 ولا 50 ولا 60 سنة ده ممكن يبقى عندها 70 وتمانين سنة فلا يمكن عقلية واحدة عندها 70-80 سنة تتحكم في جيل طالع وتتحكم في ست المغرد انها بعيدة عن اهلها وعيشة في بلد تانية فرسالة مني لكل الامهات ولكل الاباء يعني لو في حد فيكم معا العقلية دي ما تتحكمش فينا يعني العقلية دي ممكن يبقى عندها 80 سنة 100 سنة من ايام الخديوي اسماعيل تتحكم ازاي فقفية وفي بناتي واطاهر مين وحط شطل مين ده ايه ده ايه ده واحنا في المعتقل ده نوع من انواع العذاب يعني يعني بست طبعا انا مقدرة حجم يعني ايه انا منفعلة وطبيعي وانا متأكدة ان انتو كمان منفعلين لانه التعليق صدمني صدمني ان فيه على الكرة الارضية حاجة بالشكل ده بتحصل واللي يعيش يا ما يشوف وغالبا يعني اكيد احنا احنا اه مش في المدينة الفاضلة ومش في الدنيا الوردية مش في الجنة لكن يعني ما كنتش اتوقع ان يبقى فيه حاجة زي كده وانا بحييها ويا رب تكون سمعاني وبشجعك وهي استمعت لي لنصيحتي ليها قالتلي ان انا هحافظ على بناتي وان انا لا يمكن اخدتن بناتي وطبعا انا عارفة ان فيه ناس يعني بتسمعني من كل الدول وان فيه دول فيها الختام لحد دلوقتي للأسف وفيه دول جرمته حرمته زي مصر وفيه دول تانية الختام ده مش موجود فيها انا عارفة ان هو مش موجود في المغرب العربي مش موجود في السعودية الا بنسبة قليلة وطبعا ان خلال تعليقاتكم ياريت كلنا نستفيد من تجارب بعض طبعا برضو الفيديو ده موجه للناس اللي لسه فمخها قصة الختام والستات اللي احتمال تكتبلي وفيها ايه طب ما انا متخدتنة وزي الفل يعني اتقل لا اتقل لا انت متخدتنة وزي الفل خليكي بقى اعودي على جنب وانا بحاول اسيطر على عصابي وعلى كلامي عشان يعني ده فيديو متاح للجميع ياريت ما فيش واحدة تدخل تقولي اصلا متخدتنة وزي الفل وانا عملت ختان ومفيش اي تأثير على علاقتي الزوجية عشان هقول لها يعني ايه بلاش طيب نسمع مع بعض رأيي الكتاب الدكتور اللي مرت عليه حالات ختان طبعا يا بنات الختان ده للناس اللي مش عارفة اللي هو ايه بقى طب انا هقول لكم ايه هو الختان عشان بالنسبة للناس اللي مش عارفة بسم الله الرحمن الرحيم عملية الختان هي استقصال كلي او جزئي للبذر من جسم الفتاة قبل ان تبلغ وعادة يتم من بين من سن الخامسة وحتى العشرة او من العشرة لحتى حتى خمستاشر سنة وفي ستات اتجوزت عندها ستاشر سبعتاشر تمنتاشر سنة وجزئها لما لقاها مش متختنة معرفش عارف ازاي يعني عمل عليها كشف طبي يعني فلاقاها مش متختنة يرجحها لأهلها يختنوها فيروحوا عملية عملية يحصل لها نزيف تموت فيه مصايب كتير قوي لما عملت سيرش بقى ايه لقتها انواع الختان النوع الاول يمارس في مصر وده كان قضي يعني مش حايز اقول يعني انا ايه مش بما اني مصرية فطبعا لازم ادافع عن بلدي الختان موجود في مصر لكن هو بقى بنسبة قليلة جدا الختان اصبح جريمة في مصر الختان يعاقب عليه القانون في مصر يعني يا ريت باقي الدول تعمل زي مصر وتعمل ان الختان ده عليه عقوبة الطبيب اللي بيعمله او الشخص اللي بيعمله بيدخل السجن الام والاب المسؤولين عن البنت بيدخلوا السجن يعني الختان بقى جريمة في مصر والختان يعاقب عليه القانون في مصر ويربع عبال باقي الدول الختان منتشر في مصر في السودان في موريتانيا في اليمن ممكن في اجزاء من السعودية يعني هو منتشر في اجزاء كده صحيح بدأت العملية تقل جدا لكنها موجودة بدليل التعليق المصيبة اللي جالي دوت الانواع بتاعته استقصال الشفارات الصغيرة والبذر والنوع التاني اللي هو استقصال الشفارات الكبيرة والصغيرة والبذر شفتوا اكتر من كده اللي هو عنف ضد المرأة ولا انسانية وطبعا هو موجود في السودان وموجود في دول انا اللي هميني انه بقى اصبح جريمة في مصر اي واحدة هتقول اننا متخطينة وطبعا طبعا من غير كلام كتير الختان ده جريمة اللي لسه بتفكر انها تعملوا البنتها وبتشاور عقلها يعني ارجوكي انت بتعملي مصيبة مصيبة في بنتك احنا في فيديو قبل كده قلنا انه عضو الاحساس عند المرأة هو البذر طب حضرتك لما تيجي تقطعي البذر ده بقت هي ايه بقى؟ بقت هي عبارة عن ايه؟ طب اسمعوا بقى اسمعوا الدكتور بيقول ايه؟ اوكي عشان بس ايه؟ ما تقولوش ان انا بفتي الدكتور ده جايب اضايا يعني من واقع الحياة من واقع ايه؟ من واقع الحياة وقال لي احد الاطباء الذي جمعتني معه سنوات الدراسة بان شقيقاته جميعهن تعرضن لعملية الختان ولم يستطع فعل شيء بسبب العادات والتقاليد العادات والتقاليد المصيبة لموديانك ده هي العادات والتقاليد وان زوجته المختونة هي كلش لوح تلج انها لا تستجيب لاي مسير من المسيرات وانها لا تستجيب لاي هيات جنسي ولا يحدث لها اي هيات جنسي مهما حاول معاها مراتو لوح تلج يبقى الختان بنشير البذر اللي هو عضو الاحساس عند المرأة اللي هو يعني من الاخر كده الراجل بيدفع فلوس ومهر ومقدم ومؤخر عشان ياخد واحدة تمتعه ويمتعها فهو بياخد لوح خشب لوح كده زي لوح الملة بتاع السرير ما بيعملش اي حاجة يعني الست دي بسي بتبقى وسيلة من وسائل الانجاب والطبخ والكنس والغسل وكده وهو ما بيستمتعش خالص وبعد كده الراجل يروح يتجوز واحدة تانية او يقيم مش عارفة علاقات ايه يعني مصيبة سودة واللي هتقول لك ايه مفيه ستات كتير متخطنين وعايشين هم عايشين عشان مفيش بيت تاني يعيشوا فيه هم عايشين عشان جابوا عيال ولازم يربوهم هم عايشين عشان هي بقى اسمها متزوجة ومش عايزة تبقى مطلقة يبقى اه انا هنا مش بنائش على فكرة الحلال والحرام عشان هو لا يمكن بالعقل هو حلال هو مش حلال خالص والاحاديث اللي جالت فيه هو حديث واحد وحديث ضعيف ومالوش علاقة بالموضوع ده وان الطريقة اللي بتتعامل دي مالهاش علاقة خالص بالذكرت في حديث من الاحاديث او رواية من الروايات وانها لو كانت كده كانت كل السعودية عملته اللي هي بلد الرسول اللي نزل فيها القرآن ماشي واللي اتولد فيها الرسول ودفاعا مني كمصرية عن مصر انا لما قريت في الموضوع لقيت ان هم مسميين الختان ده الختان المصري الفرعوني وانا عقلي ضد الفكرة دي بقى الفرعنة اللي مجننين العالم ومحيارين العالم لحد دلوقتي بنوا الهرم وبنوا المسلات وعملوا التحنيت ازاي هيروحوا عاملين الختان يقولوا ان الختان ده من ايام الفرعنة وان الفرعنة كانوا بيعملوا كده في الستات الفرعنة دول كانوا بيحترموا المرأة وبيعتبروها ان هي سيدة البيت وملكة من الملوك وحتى الصور اللي انا شفتها على الموضوع ده صور لصور رجالة يعني الختان ده الفرعوني كان ختان بيتم للرجال ما بيتمش للاناس وان حاجة بالعقل كده الفرعوني ده كان بيحترم المرأة وكان يقف قدام نهر النيل يقول ان انا لا ابسق فيه لا اتبول فيه ان هو كان يقدس مياه النيل يعني هو كان بيقدس مياه النيل وكان المرأة يجيبها ويقطعها ويقطع من جسمها فاللي بيقولك اصل الختان ده فرعوني ومصري الكلام ده باطل والكلام ده متسوس علينا كده وانتو عارفين مين يعني اللي بيحب يشوه الحضارة الفرعونية ويقولك احنا اللي بانينا الهرم ومش الفرعنة هما اللي بانوا الهرم يعني الكلام فارغ كله وحاجات كده متسوسة علينا فانا كمصرية ادافع عن اجدادي الفرعنة واقول ان الكلام ده فارغ وان حتى لو كان فيه ختان فهو كان ختان للاناس وختان للذكور كان ختان للذكور وكانت الصور صور زكور ومصور ناس خالص وان الفرعوني ده كان حد كده زو عقلية فريدة وإحنا يعني ايه دول جدودنا 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 وإحنا اللي طلعنا منهم وإحنا برضو عندنا عقلية فريدة ونقدر نفكر قوي ونحكم على ونحكم على الأشياء وإن الختان جريمة ويعني مش معقولة قناة ياسمينة البسيطة دي هي اللي هتقول يعني أنا ضد الختان أو أنا ضد أنا فعلا يعني بس أنا فعلا كده ويا ربي نور لنا بصيرتنا ونحس ونحس ببناتنا ومش معنى أن حضرتك تختنتي وأمك تختنت وحماتك تختنت أن أنت تعملي كده في بناتك دفعوا عن بناتكم وأن ما فيش علاقة ما تقولي ليش أصل المكان ده لما بنشيله الإصارة الجنسية ومش الإصارة الجنسية ربنا لو مش عايز المكان ده كده ما كانش خلقه خلي عندكو عقل خلي عندكو عقل وعندكو تفكير وعندكو إدراك وخلي طبيعتكو وفترتكو فترة سليمة ربنا خلقنا على الفترة السليمة العقلية السليمة وإحنا اللي بنبوزها ربنا لو مش عايز المكان ده بالشكل ده والحيسية دي ما كانش خلقه لا تفسدوا صنع الله لا تفسدوا خلق الله الله يفتح علينا وعليكم وينور لنا بصيرتنا كلنا شكرا لكم اشتركوا في القناة